Expressions of quantity عبارات الكمية الأسماء نوعان يأما Countable اللي هو المعدود أو Uncountable غير معدود كل شي موجود أما تقدر تعده أو ما تقدر تعده تعابير الكميات التالية نستخدمها مع المعدود والغير معدود يعني ممكن نتخليها قبل المعدود أو قبل الغير معدود Some بعض Any A lot of الكثير من Plenty of وفر من Enough كافي هذه ممكن نتخليها قبل الأشياء المعدودة وقبل الأشياء الغير معدودة ما تفرق مثال Some sugar الشكر ما نقدر نعده إذن هو غير معدود ممكن نخلي قبله التعبير Some Some وممكن كذلك نخليه قبل sweets حلويات يعني خلنقول مثلا Chocolates Chocolates تقدر تعده أربعة Chocolates خمس Chocolates وممكن نخليها قبل المعدود وممكن نخليها قبل الغير معدود A lot of sugar كذلك خلينا كلمة A lot of اللي هي من ضمن ذن التعبيرات الخمسة اللي ممكن نخليها قبل الكلمات المعدودة وكذلك ممكن نخليها قبل الأسماء الغير معدودة A lot of sugar A lot of sweets الكثير من السكر الكثير من الحلويات إذن ذني تحفظهن Some Any a lot of plenty of Enough ذني التعبير يجن وممكن قبل المعدود وكذلك ممكن نخليها قبل الأسماء الغير معدودة Zim A few Too many A few قليل Many كثير هذا إني فقط نخليهم قبل المعدود يعني ما يصير غير معدود شي تعدى A few people الناس الناس نقدر نعدهم واحد ثلاثة عشرة مئة مليون نقدر نعدهم A few books كذلك الكتب نقدر نعدهم إذن نخلي قبلها ممكن التعبير A few قليل من الكتب Too many people Many people الكثير من الناس قلينا قبل الأسماء المعدودة Not many books ليست الكثير من الكتب إذن الماني والأ few نستخدمها قبل الأسماء المعدودة انتبه هاي لفظها many وليست money money صارت فلوس ذي كتابتها تفرق Many معناتها الكثير A few القليل أما التعبيرين A little much قليل من كثير من تجي مع الأسماء الغير معدودة اللي ما نقدر نعدها Oil زيت أو نفط ما نقدر نعدها A little oil قليل من الزيت A little rice قليل من الرز الرز ما نقدر نعده من الأشياء اللي ما نقدر نعدها Not much oil ليس كثيرا من الزيت Too much rice الكثير من الرز إذن A little أو much نستخدمها مع الأسماء اللي ما نقدر نعدها دائما نخليها الملاحظة ببالك الاسم اللي ينتهي بS يكون معدود دائما بغض النظر عن الكلمات الشواذ مثل هاي people هي كلمة شاذة لكن على الأغلب الكلمات اللي تنتهي بS تكون معدودة على الأغلب مو كلها وإنما على الأغلب هذه القائمة هي قائمة الغير معدود هاي القائمة هي قائمة الأسماء المعدودة time وقت ما نقدر نعد الوقت أما إذا ضفنا لها S times صارت عدد مرات ما نقدر نعده أنا تمرنت مرتين ثلاث مرات عشر مرات times مرات space فراغ فضاء ما نقدر نعده أما spaces عندما ضفنا لها S صار فراغات نقدر نعدها توجد في الرف أربع فراغات exercise تمرين شي غير معدود أما إذا نضيف لها S يصير exercises العموم كل كلمة ضفنا لها S صارت معدودة work عمل works أعمال نقدر نعدها أنا اليوم قمت بأربعة أعمال بخمسة أعمال نفذت ست أعمال وهكذا sleep نوم لا يعد sleep hours ساعات النوم نقدر نعدها أنا نمت سبع ساعات ثمان ساعات أما sleep صورة عامة ما نقدر نعدها sport رياضة غير معدود sports رياضات أنا أمارس رياضتين كرة القدم والسباحة نقدر نعدها أغرى هاي الكلمات القائمة هذي هي كلها ضمن خانة المعدودة churches اللي هي الكنائس كنيسة boxes صناديق people ناس نقدر نعدهم oxen جمع ox thor theron الجمع مارتها children المفرد child الجمع children teeth شاذة أسنان المفرد tooth fish مفرد جمع هو نفس الكلمة إذن نقدر نعد السمك liter of water letter ميا الماء كم لتر لترين ثلاث لترات وهكذا إذن نقدر نعد الماء إذا كان في صيغة letter يعني أما إذا بصورة عامة water ما نقدر نعده أما القائمة uncountable nouns الكلمات أو الأسماء الغير معدودة oranges العصير عصير البرتقال ما نقدر نعده oil زيت أو نفط ما نقدر نعده water ما نقدر coffee غير معدود قهوة tea ما نقدر نعده الشاي meat اللحم ما نقدر نعده sugar سكر salt ملح food طعام fat الدهن help مساعدة rice الرز medication التأمل fruit فواكه money ما نقدر نعده بالمناسبة هاي الكلمة يعني إنت ستسألني تقولي الفلوس يعني شو ما نقدر نعده نقدر نعده بس money ما ممكن أن ننضيف لها بالنهاية s يعني ماكو شي اسمه monies تحولت إلى غير قضية وإلى غير وضع ما صارت ماكو شي اسمه أموال كلمة money مو قضية أنه نقدر نعدها أو ما نقدر وإنما ما نقدر نضيف لها s ولذلك خلينا هوية قائمة الاسماء الغير معدودة هاي الملاحظة ثبتها يمك الموني غير معدود وبهذا نكون خلصنا كل ما يتعلق بهذا الموضوع حاول تتجه إلى كتاب النشاط شوف التمرين الخاص بهذا الموضوع وين حاول تحله بنفسك وراه تتأكد من الحل أكو قائمة عندي على القناة مخصصة لحل كتاب النشاط روح تأكد من الحل بعد ما تحل بنفسك أول شي على ما تتقون used to اعتاد على نستخدمها عند ما نحكي عن مواقف وأحداث كانت تحدث بصورة متكررة بالزمن الماضي والتي لم تعد تحدث الآن أي في الوقت الحاضر صيغة المثبت مالتها هي هذه فاعل في بداية الجملة بعدها used to انتبه على الD هنا نركز لي أنه موجود الD لكن في حالة النفي والاستفهام فقط used to يعني D نحذفها فقط في حالة المثبت فاعل زائد used to زائدا فعل مجرد دائما بالثلاث صيغ المثبت والمنفي والاستفهام يجي بعد used to أو used to فعل مجرد حالة ال-affirmative اللي هي المثبت الفاعل هنانا كمثال I used to حسب القاعدة نزلها فعل مجرد خالي من أي إضافة تكملة الجملة I used to play football اعتدت أن ألعب كرة القدم وبصورة متكررة بالماضي when I was child عدما كنت طفل لكن الآن أنا توقفت عن لعب كرة القدم هذه الصيغة المثبت معلتها تحفظ لهذه القاعدة فاعل زائدا used to زائدا فعل مجرد صيغة النفي أيضا فاعل في بداية الجملة لكن هي هذه الجملة جملة بزمن الماضي البسيط نعرف أنه زمن الماضي البسيط عدما نريد ننفي فنجيب الفعل المساعد didn't وراها الused to ننزلها used to يعني نحذف الD ليش لأنه لأنه لدينا قاعدة تقول إذا وجد الفعل المساعد didn't أو doesn't أو don't أو do أو does بالجملة فالفعل لازم يكون مجرد من أي إضافة هنا ننجرد used تبقى used to كذلك بعدها أيضا نخلي الفعل المجرد الرئيسي ما الجملة هاي في حالة negative النفي مثال she اللي هو الفعل didn't use to هاي كليشة كاملة تحفظها وتنزلها talk اللي هو الفعل الرئيسي بتكملة الجملة هي لم تعتد أن تتحدث بصورة كثيرة بالزمن الماضي but now الآن هي لا تتوقف عن الكلام إذن شيء كان يحدث بالماضي بصورة متكررة لكن بالوقت الحاضي توقف عن الحدوث في حالة في حالة الاستفهام نجيب الفعل المساعد did ليش؟ لأنه الجملة قلنا أساسا هي زمن ماضي بسيط عندما نسأل بزمن الماضي البسيط نجيب الفعل المساعد did نخلي في بداية الجملة وراها مباشرة نخلي الفاعل وراها use to تبه use to نحذفها من ال-d حسب القاعدة قلنا إذا عدنا did أو does أو do أو didn't أو don't بالجملة فالفعل يكون مجرد خالي من أي إضافة وراها نجيب فعل الجملة اللي هو use هنا جاية يستخدم use to اعتاد على use يستخدم يعني لاحظ أنه لما تخلي to بعد ال-use صارت اعتاد على use وحدها يستخدم did you use to use هل كنت معتادا على استخدام a bicycle الدراجة الهوائية two years ago قبل سنتين لو تلاحظ ago هي من دلالات وجود زمن الماضي البسيط ولا تنسى تخلي بالأخير علامة استفهام هذا هو كل موضوع يجب أن تحفظ هذه الصيغة صيغة المثبت وصيغة النفي وكذلك صيغة الاستفهام هنا ملاحظة بسيطة تقول الماضي البسيط يتحدث عن حدث واحد حصل لمرة واحدة في الماضي وانتهى علي worked very late last night الحدث حصل مرة واحدة فقط علي عمل بصورة متأخرة الليلة الماضية فاعل فعل بزمن الماضي هذا الزمن زمن ماضي بسيط أما عد ما نضيف لا used to أيضا هو رح يبقى الزمن زمن ماضي بسيط لكن هنا معنى الجملة اختلف علي used to work late اعتاد أن يعمل لصورة متأخرة when he was young عد ما كان شابا معناتها أنه كان يعمل بصورة متكررة لكن في زمن الماضي البسيط بدون used to معناتها عاملة لمرة واحدة حدث حدث مرة واحدة وانتهى used to حدث بزمن الماضي لكن كان يحدث بصورة متكررة هذا الفرق بأن جملة الماضي بدون استخدام used to وجملة الماضي مع استخدام used to صيغة الامتحان تجيك بهالطريقة هذه و بينقوسين يخلي لك help mother with home work and cooking use the correct form of used to استخدم الصيرة الصحيحة من used to جملة مثبتة إذن نستخدم القاعدة الأولى للإثبات شو تقول القاعدة الأولى فاعل زائدا used to ننزلها ومن ثم الفعل مجرد اللي هو نفس المنطينا يا بيان قوسيا help ونكمل الجملة we used to help mother اعتدنا أن نساعد أمنا with the housework and cooking بالأعمال المنزلية والطبخ بصورة متكررة كنا نساعدها لكن الآن توقفنا عن مساعدتها هذا معنى الجملة زائد إذا يمطيك صيغة السؤال مثل هذه not sit مباشرة أنت لازم تعرف أنه هي هاي صيغة نفي إذن نستخدم القاعدة الثانية شو تقول القاعدة الثانية فاعل اللي هو الوي النزلة didn't use to كما هي القاعدة فقط رح ننزلها sit الفعل الرئيسي النزلة around tv in the past لم نكن معتادين على الجلوس حول التلفاز في الزمن الماضي إذا جدتك الصيغة بهالطريقة هذه الضمير أو الفاعل وراها عندك فعل مجرد ولو تشوف الجملة أنه بنهايتها علامة سؤال إذن هذا إذا يطلب من عندك أن تستخدم الصيغة الثالثة اللي هي صيغة السؤال قلنا شنية صيغة السؤال حسب القاعدة الثالثة نخلي did في بداية الجملة بعد يننزل الضمير حسب القاعدة الثالثة وراها used to وراها الفعل مجرد go ونكمل الجملة did you use to هل كنت معتاد go out تخرج with your friends مع أصدقائك when you were at university عندما كنت في الجامعة هذه الصيغة الثالثة طبقنا لثلاث صيغة بأمثلة صيغة المثبت صيغة النفي صيغة الاستفهام مرات يجيك السؤال بهالطريقة ويطلب منك أنه تصحح فعليا use the correct form of used to استخدم الصيغة الصحيحة من used to and the present simple or past simple وبالجملة الثانية أما تستخدم present اللي هو المضارع أو past اللي هو الماضي أنت مباشرة عندما تشوف كلمة now بالجملة الثانية إذن معناها الآن إذن تستخدم المضارع البسيط نجي واحدة وحدة الجملة الأولى هي مثبتة إذن ما يحتاج لها روحة القاضية مثبتة إذن القاعدة الأولى الفاعل used to وراها الفعل مجرد النزلة ونكمل الجملة glasses خلصت الجملة الأولى she used to wear glasses هي اعتادت أنه ترتدي نظارات but now لكن الآن حسنا نستخدم مضارع ليش مضارع؟ لأنه أعدي كلمة now عندما تشوف كلمة now نستخدم مضارع زين احنا نعرف أنه مضارع البسيط الهي والشي والإت تأخذ تأخذ هاز أما الآي والوي واليو والذي تأخذ هاز إذن عندي شي أحول الهاز إلى هاز هاي ملاحظات البسيطة سجلها يمك بالدفتر الآي والشي والإت تأخذ هاز آي وي 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 ويو ذي تأخذ هاز أكمل الجملة هي اعتادت أنه ترتدي النظارات but now لكن الآن هي لديها عدسات لاسيقة أما إذا شفت بالجملة ago فيما مضى last month الشهر الماضي in the past في الماضي last year السنة الماضية فهذا يعني أنه الزمن ماضي بسيط وليس مضارع بسيط مثال I have a bicycle but someone steal it last month بزينا هاليا شيء خانجي بيتي أفضل يقول لك استخدم الصيرة الصحيحة من used to بالجملة الأولى and the present simple or past simple يعني عندي كلمة last last month الشهر الماضي قلنا إذا عندي ago أو last month أو in the past أو last year إذا نستخدم ماضي بسيط الجملة الأولى مثبتة I used to have a bicycle حسب القاعدة الأولى فاعل زائد used to الفعل have مجرد أن نزله a bicycle اعتدت أن أمتلك دراجة هوائية فيما مضى but someone لكن شخص ما steal بزمن المضارع بالماضي البسيط يتحول إلى stall فعل شاذ كل أفعال الشاذ ذما السادس أدادي موجودة في فيديو واحد حاول التابع it last month يعني إذا شفت now تستخدم مضارع بسيط إذا شفت ذني الكلمات ago last month in the past last year لن أستخدم ماضي بسيط الجملة الأولى أحلها بطريقة used to be والجملة الثانية حسب المعطيات اللي عندي أما now أحلها بمضارع بسيط أو ذني الكلمات أحلها بزمن الماضي البسيط وبهذا نكون خلصنا على الدرس ألتقيكم في دروس قادمة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر